قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي اللي هو الرؤية اللي شافها النبي النبي هو نايم في يوم عند السيدة زينب بنت جحش رضي الله وعنه استيقاظ فزعا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم ده أيام النبي بقى من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه لبهامة فالتي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون هينفع يعني نهلك ما هم عارفين قصة زلقرنين وعارفين قصة يأجوج ومأجوج فقال لهم ده تفتح خرم أدي كده هو وبعد كده بعد ما فتحوه وشافوا اللي بعدهم قالوا تاب نريح بقى عشان الصبح نقوم نبقى عندنا قوى نهده يصحوا يلقوا مسدود تاني بطاعة العباد خلاص كده بعد كده ده ده كما جاء في السنة الصحيحة والقرآن الكريم رؤية النبي عصد السلام بتفسر ما جاء نفس القصة فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجود مثل هذه وحلق بأسبعين لبهاما التي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبث والخبث هو الزنا فإذا كسرت الفواحش يبقى في الحالة دي خلاص هم يقدروا يهدوا هذا السد في سورة الأمبياء ربنا ذكر القصة دي حتى إذا فتحت يأجوجوا ومأجوجوا وهم من كل حدب ينسلون نسل نسلهم نسل بيجري بقى أرقام كبيرة جدا وأعداد رهيبة لا حصرة لها وهم دولك اللي 99% في النار واحد في الجنة لما ربنا سبحانه وتعالى قال النبي قال إن ربنا حيقول لآدم يا آدم أخرج بعث النار طلعني من الناس اللي وقفة في القيامة دي بعث النار قال أول ما بعثوا النار قال أخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين نفسا إلى النار ونفس واحدة إلى الجنة فالصحابة يعني اتأثروا قوي إيه الكلام دا قال لهم لا ما هو أنت عندك ويأجوجوا ما أجود دي أعداد ما لهاش حصر له كل حدب ينسلون ينسلون آه فدولك حياكلوا الأخضر حياكلوا اليابس حياكل كل حاجة طيب الناس شغلين نفسهم بشكلهم وبأشكالهم قرآن ولا التفت ولا بصرنا في دي عشان قال سأكله منه ذكرى منه ذكرى فإحنا نلتزم بما جاء في القرآن والسنة وقال لحاجة تاني قال يا جماعة لا اشغلوا بالكوا بيهم اشغلوا بالكوا انتوا بالطاعة يعني أنت عارف مثال يعني أنت عارف أن في حد حيطلع يأكل الأكل اللي في بيتك كله فإشغل نفسك في اللحظات دي أنك تخزن الأكل أنك تعينه أنك تحميه أنك تاخد الحاجات السمينة ما أنت عارف أن في حرامي بينط عليك جاي سرأك فأنت هتفكر أنك تنقذ مالك ولدك ولا هتفكر في الحرامي شكله عامل إزاي يا طرى طويل ولا قصير هتفكر في إيه فالقرآن بقول لنا كده شبكوا من كل ده خليه كنتوا في الطاعة فكلما كنتم في الطاعة طيب هو دول أنا معلش أنا أسفة هسأل سؤال من قد يكون ساذا يعني دول عالم افتراضي ولا دول ناس حقيقين طب هل هم موجودين دلوقتي ولا نايمين ولا صحيين موجودين نايمين هم موجودين إزاي ما احنا مش عارفين هم احنا مش شايفين هم مع القرآن الكريم ما ادكش أي تفاصيل عنهم فيه يعني قد يكونوا ناس عادية ولا لا هم مش ناس عادية لا أظن أن يبقوا عادين فيه يعني ناس بقالها ألاف السنين موجودة من أول الأرض ما نشأت لغاية النهار ده شكلها يعني هم مش موجودين على الأرض هم عالم افتراضي مش عندنا مش افتراضي عالم موجود وموجود بين سدين يعني زي الجن لا احنا مش بنشوفه مش عارف أقولك ايه تفاصيل القرآن ما جاش ولا السنة آه ما هو ما شرحش لكن اللي نعرفه ان احنا لما قرأتي في كتب إرجاعوا طب يقروا بس تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري آه أو يقروا البداية والنهاية لابن كثير آه ابن كثير في البداية والنهاية قعد يشرح على تعقب هذه الآية عند الملوك على مر الزمان هلا كعدوا يتعقبوا ودوروا ويمشوا ويحاسوا في الجبال ويشوفوا السدين فين والمشرق فين والمغرب فين ولم يصلوا إلى شيء فممكن نقدر نقول ان بسبب عوامر التعارية هذا السد اللي مبني تم ردمه آه يعني هنا القرآن لم يفسر هو حريك بتقول المحيط بس والقرآن ما قالش أنه محيط في عين حميئة في المغرب هو شيء مين قال إنها في المغرب هو لا في مغرب الشمس مغرب الشمس أيوة يعني الشمس تغرب غروب الشمس آه يعني أصد محددش مكان آه لم يحدد لها مكان قال في عين حميئة ومحددش السد فين ومحددش الجبلين اسموهم إيه يعني إحنا مثلا سيدنا موسى معروف هو نزل فين والجبل وربنا بص الآن هو جبل وإحنا عارفين أماكنه محيط بتروح رحلات وتشرح الأماكن دي حصل فيه إلا دول حتى أهل الكهف ذكر إنهما في الأردن وموجودين مكانهم وبيصوروهم وكده أقصد إنه دول الواحدين إنه مش موجودين في الدنيا